شغلت لقطات الأسطورة كريستيانو رونالدو في بطولة كأس أوروبا يورو 2024 وسائل التواصل الاجتماعي بعد ليلة مثيرة امتلأت بالمشاعر للأسطورة خلال مباراة البرتغال أمام سلوفينيا. ونجح المنتخب البرتغالي بالعبور لربع نهائي بطولة يورو 2024 بالانتصار على سلوفينيا بركلات الترجيح مساء الثلاثاء. وفي الشوط الإضافي أضاع رونالدو على غير العادة ركلة جزاء تصدى لها حارس سلوفينيا المتألق يانو بلاك. هذه اللقطة التي شعر فيها رونالدو بأنه خذل منتخب بلاده أججت المشاعر وظهر وهو يبكي بعدها بشكل هستيري بالرغم من تبقي شوط إضافي ثاني على نهاية المباراة. ولكن لقطة مختلفة نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جانبا آخرا للقصة. اللقطات أظهرت رونالدو لحظة التفاته لوالدته التي كانت حاضرة بين الجماهير ورؤيته لاها على الشاشة وهي تبكي. بعدها انفجر رونالدو بالبكاء متأثرا باللحظة المؤثرة وخاصة عند رؤية والدته وهي تبكي بحرقة. البرتغال نجحت بتعويض رونالدو حين أنقذ حارس مرمى المنتخب ديوغو كوستا ثلاث ركلات ترجيح ليقود بلاده إلى ربع نهائي ويمنح رونالدو فرصة أخرى للتعويض. المترجم للقناة